إذن أعزائي أتصور محل النزاع التضح للأعزاء وإذا تذكرون أحنا في الأبحاث السابقة يعني في علم الفقه الحمد لله باعتبار الطلبة مشتركين في علم الفقه قلنا قلنا تشخيص مرجع التقليد أنه يعرف أو لا يعرف هذه من وظائف من؟ من وظائف المكلف كما من وظائفه أن يقلد من وظائفه أن يقلد الأعلم من وظائفه أن يقلد الأعلم الأصولي للأعلم الأخباري أليس كذلك؟ من وظائفه أيضا أن يشخص أنه يعرف هذه المباني لهم يعرف لا أقل لكم أهل الفاضل عوام الناس قد ما يلتفتون إلى هذه المسائل إذن الآن تكليفك لا تقول بأنه والله كان الشهر قائم والإعلام قائم والشياع قائم أن فلان الأعلم أنا مقلدت لا لا والناقد بصير يوم القيامة مبهل بساطة والناقد بصير لا بتتحلها هذه معك تقول لي لا أنا أصلا مبنى مو هذا مبنى شيء آخر ما عدي مشكلة أرجع إلى المطلب ترجمة نانسي قنقر